وترشيد الإنفاق أصبح ضروري لكن هذه الأوامر الملكية التي جاءت في نهاية الأسبوع كان لها الأثر الأكبر على المواطن ووجهت له الدعم لكن برأيك إذا تحدثنا عن التحديات هل هناك برأيك تحديات قد تطرأ على بعض القطاعات التي قامت بصرف هذا البدل برأيك؟ هل ستواجه بعض القطاعات التحديات من صرف بدل غلاء المعيشة؟ بالعكس نعتقد أن الإنفاق والاستهلاك هو جزء من الحركة الاقتصادية الكل يعرف أنه سبلاي ديماند يعني كل المردود والاستهلاك العرض والطلب ما في أدنى شك أنه هو دائرة يعني مستمرة واستمرار هذه الدائرة بشكل متوازن مهم جدا ونعتقد أن الإنفاق هذا في الحقيقة هو تقدر تنظرينه من وجهين نتحدث عن القطاع الخاص القطاع الخاص قام بنفس الخطوة تماشياً مع الأوامر الملكية هناك صرف بقيمة ألف ريال للموظفين بالتالي هل برأيك سيتأثر القطاع الخاص بذلك الصرف؟ بالتأكيد لأنه هذه كل الصرف يسمونه income disposal income يعني هناك بعض القطاع الخاص مثلاً سوف يتأثر بصرف بدل غلاء المعاشية لكن هناك قطاعات مثل قطاع التجزئة ستتأثر إيجابياً وتستفيد من ذلك بالتأكيد هو الفكرة من ترشيد الاستهلاك أو ترشيد الإنفاق في هذا النوع أن الصناعات الغير محبثة أو الصناعات التي هي phase out أو الصناعات البديلة التي تنظر إلى المملكة لا يوجد أن رؤية المملكة تركز على موضوع السهلاك الغير نفطي فهذا سوف يتجه المجتمع الاقتصادي إلى التوجه إلى الخدمات والمنتجات الغير نفطية الاعتماد على النفط بشكل عام المدعوم بقدرة كاملة من الدولة السعودية ما في أدنى شك أنه الآن رمي جزء من هذا العبء على القطاع الغير نفطي فهذا يثير نوع من الفرص الاستثمارية في هذا المجال